دلوقتي احنا عندنا في الطلاق طول الوقت الناس بتسأل طب حقي ايه احنا عندنا نعين من الطلاق ام حاضنة وزوجة بدون اولاد او مطلقة بدون اولاد المطلقة اللي بدون اولاد كل حقوقها هي عبارة عن نفقة ايمة منقلات والدهب بتاعها والمؤخر نفقة متعة والمؤخر ده فقط اللي من حق الزوجة او المطلقة بدون اولاد الام الحاضنة عندها اولويات لان عندها مسئوليات تجاه اولادها فعندها اول حاجة تمكين من مسكن الزوجية تاني حاجة ايمة المنقلات من حقها ومن حق اولادها طبعا لان اكيد مش هيتمكنه من مسكن الزوجية وهيعوده على البلاط نفقة صغار فرش وغطى الشبكة برضو والدهب من حقها وعندنا نفقة متعة ومؤخر عندنا بقى مشكلة طول الوقت او الخناء النزاع على ايه ان الزوج يا اما بيخبي مرتبه بشكل ما يا اما ما بيقولش على الدخل الشهري ليه فهنا في الجزئية دي لازم او لو حتى فرضا هفترض معاكم جزئية مهمة جدا الزوج جاب ما يفيد ان هو بيقبض فرضا مية جنيه واحنا تشككنا في الورق القانوني اللي هو مقدمه للمحكمة هنطلب ان المحكمة تعمل تحريات هنطلب من المحكمة ان المحكمة تعمل تحريات سواء بيشتغل عمل حر او شغال في مكان ما معروف ومعلوم وعارفين عنوانه في الحالتين بيتعمل تحريات سواء مكان معلوم في الشؤون القانونية الشؤون القانونية بتخطب المحكمة وبيتردب باختاب رسمي لو شغال عمل حر الاسم المعني بالأمر التابع للمحكمة هو اللي بيعمل تحريات شيخ الحارة تحريات بترجع للمحكمة ساعتها المحكمة بتقدر تقول احنا دلوقتي النفقة اللي تخصوكو جنيه اثنين ألف عشرة على حسب المستوى الاجتماعي اللي الزوجة والزوج والأولاد موجودين فيه عندنا برضو بعد ما نخلص ده خالص فرضا هنفترض معاكم ان الزوج امتنع عن دفع النفقة هننتقل بقى للجزء الأصعب فيه قضية اسمها متجمد نفقة بنرفع قضية متجمد نفقة وبناخد حكم على الزوج حبس شهر وساعتها الزوج بشكل ما بيتم يعني توقيفه في بعض اللجان أو حاجة وبيتعلن بدا وبيقول ان عليه حكم حبس متجمد نفقة ساعتها تدفع الحبس من هنا نقدر نقول لكم ان دي الحقوق اللي لازم اي مطلقة او سيدة تكون عرفها كويس حتى وهي بتبتدي تتجاوز لان وارد يحصل في اي وقت ده حقك ولازم تكون عارفه